بكملين مع أخبار بعثتنا في باريس والفوجي الثاني لبعثة مصر ومشاركة في الدورة الأولمبية وصل اليوم من أبديل باريس توجه مباشرة لمقار الإقامة في القارة الأولمبية استعدادا لانطلاق المنافسات الفوجي الثاني لبعثة مصر واللي وصل النهاردة لفرنسا كان بيضم المهندس شريف الأريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية وعدا من بعثة الجنباز يمكن زكريا محيددين وأحمد طلعت وجانة هاني بالإضافة إلى أطباء حسن كمال وهشام فاروق العمري وأحمد سعودي ومروق جلال ومحمد جمال يمكننا عن دور البعثة الطبية المسافرة ولها دور كبير جدا هيبقى في باريس كمان كان هيروح لهم في الطريق النهاردة كل من طبعا فريق الملاكمة والسباحة والغطس والجودو وتوالى وصول المنتخبات إلى القارة الأولمبية يمكن حتى الآن بعثات اللي وصلت لباريس بعثة كرة اليد والكرة الطائرة والعاب القوة وتنس الطولة والرماية والتجديف ولاعب من منتخب القوس والسهم بالإضافة طبعا إلى وفد مقدمة البعثة واللي سافر يوم الخميس اللي فات وده اللي بيعمل على إنهاء كافة إجراءات البعثة الإدارية طبعا عشان يحصلوا طبعا على الآيديز بتاعت اللعيبة والتسكين داخل القرية الأولمبية مستمرين طبعا برضو مع منتخبات مصر وأخبار بعثة مصر في باريس واللجنة المنظمة دورة العاب الأولمبية في باريس أبلغت البعثة الإدارية المصرية بقية الدكتور عبد العزيز غنيم نائب رئيس بعثة مصر وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد الملاكمة بأن عدد أفراد بعثة مصر في طبور عرض حفل الافتتاح هيكون مكون من 81 فرد فقط طبعا احنا عارفين أن حفل الافتتاح دورة العاب الأولمبية في باريس السنة دي مختلف تماما لأنه هيقام على دفاعه في نهر السين وهيقام بعرض مراكب في نهر السين وده الأول مرة في تاريخ أولمبيات أن طبور عرض حفل الافتتاح هيقام خارج مدمار الملعب الأولمبي الرئيسي للأولمبيات أكيد هيكون حفل الافتتاح مختلف والجميع منتظر يشوفه فرنسا صرفت مبالغ كبيرة جدا تجهيزات لأولمبيات باريس يمكن حفل الافتتاح عاملينه بطول 6 كيلو متر في نهر السين عمليات التطهير للهر السين بس بلغت ما يقرب من 1.4 مليار يورو عشان يطهروا النهر عشان النهر يبقى جاهز يتعامل فيه مشاركات بطولات السباحة المفتوحة باريس استعانت من دول صديقة لها بمجموعات أمنية كاملة عشان تقدر تأمن أولمبيات بشكل كامل فباريس يعني احنا على موعد فعلا بطولة أولمبيات مختلفة خاصة طبعا باريس دي الدورة الأولمبيات الثالثة ليها إن كانت هي حصل في باريس عام 1900 كانت أول دورة الأولمبيات في باريس والتانية كانت 1924 والدورة الثالثة ليها في 2024